هلا وغلا جمالكم اليوم أفضل عشر ألعاب زومبي في التاريخ من اختيارنا وأيضا الترتيب رح يكون حسب التقييم على موقع متاكرتك العالمي ورح نأخذ لعبة واحدة من كل سلسلة ولازم يكون فيها زومبيز يعني دوم ما تنحسب لنا شياطين اللي فيها وقيرز الفورز ما تنحسب لنا اللي فيها فضائيين وقبل نبدأ لا تنسون اتزال اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجلس معكم في هذه الشيحة والحين خلونا نبدأ في مقز العاشر عندنا لعبة دايز قان هي حصرية الجهاز بلاسيشن فور وفيها تلعب شخصية ديكن في عالم سيطر علي الوباء وتحول الناس إلى زومبيز اللعبة قدمت أفكار كثيرة ومتنوعة فيها مثل التنقل في الدباب ويستهلك بنزين وإضا مجموعة الهوردز من الزومبيز وفكرتهم هم شبه زعماء في اللعبة يكون فيهم أكثر من مئة زومبي يهجم عليك في نفس الوقت اللعبة في بداية اطلاقها كان فيه أخطاء تقنية كثيرة وهذا اللي أدى الاختلاف الناس في تقييمها وأيضا القصة اللي ناس عجبتهم وناس قالت أنها عادية جدا هي لعبة عالم مفتوح تخلص فيها مهمات متنوعة وتقييمها في ميتا كريتك كان 71 المغز التاسع عندنا لعبة The Evil Within 2 هي لعبة رعبة صراع بقاء من مطور زنت ايفل شنجي ميكامي وتكمل الجزء الأول أجواء اللعبة كانت مرعبة جدا خصوصا أنك في مدينة كبيرة ولاد مستكشف فيها وأيضا أضافوا قصص جانبية قصيرة مثل الجنية اللي في البيت وغيرها وهم شي كان تصميم الوحوش والزومبيز في اللعبة كل واحد منهم كيفير أن يعطيك خوابيس اللعبة فيها الغاز بسيطة مع عوامل العالم مفتوح والقصة كانت جيدة نوعا ما عشاقها أما أملين أنهم يشوفون جزء ثالث لها وتقييمها في مثل كريتك كان 80 في المغز الثامن عندنا لعبة Dead Rising بدأت اللعبة كحصرية على جهاز الأكس بوكس 360 وفكرتها كانت أنك تصحفي في مجمع تجاري ضخم ولازم تحاول أنك ما تموت لمدة ثلاث أيام إلى أن يجوا الناس ينقضونك المميز فيها أن المجمع التجاري كان في محلات كثيرة التي تتوقعونها مثل محلات مجوهرات وألعاب الفيديو والملابس وهم شي مميز في اللعبة هو أنك تقدر تلبس وتستخدم كل شي تقريبا في المجمع كسلاح لك ضد أفواج زومبيز الكبيرة في اللعبة وأيضا نظام تصنيع الأسلحة كان مميز وممتع تقييمها في متكرتك كان 85 ثم كان السابع عندنا لعبة Call of Duty Black Ops هي بدأت كجزء فرعي لسلسلة Call of Duty المشهورة وأكثر شي مميزها كان هو قصتها العميقة والتي تأثرك بحداثها وتخليك تبي تكتشف وش بيصير بعدين وأيضا نهاية اللي كانت صدمة كبيرة لكثير من اللاعبين اللعبة احتوتها لـ 14 خريطة متنوعة وكان فيها نظام جماعي ممتع لكن أكثر شي مميز هو طور الزومبي اللي فيها وناس كثير لعبتها أكثر من باقي الأطوار الثانية في اللعبة وأيضا اللي خلى باقي أجزاء سلسلة Black Ops تركز عليه وتدمجه في القصة الأصلية كان تقييمها على متكرتك 87 في المواكس السادس عندنا لعبة The Walking Dead وهي سلسلة مغامرات من تطوير الساديو Telltale واللي أفلت مؤخرا واللعبة مبنية على المسلسل الزومبي والكوميكس الشهيرة The Walking Dead في كراتها راح تلعب بشخصية جديدة وتشوف أحداث العالم من منظوره وأكثر شي ميزها كان قصتها السودوية والتمثيل الصوتي الممتاز اللي يحسسك أنك تتفرج على المسلسل الضخم وأيضا نظام الخيارات المتنوع فيها والأفعال اللي تسويها في اللعبة راح يكون لها عواقب واللي يخليك تعيش تجربة جديدة كل مرة تلعبها تقييم اللعبة على متكرتك كان 89 في الماركز الخامس عندنا لعبة Dead Space 2 هي لعبة صراع بقاء مع زومبيز في الفضاء والجزة الثانية في السلسلة أكثر شي كان يميزها أجواءها المرعبة والقصة السودوية فيها والإخراج المبتكر راح فعلا تحس أنك وحيد في وسط محطة فضائية وتحاول أنك توصل إلى حل الغز اللي كيف تحولوا الناس هنا إلى زومبيز وأكثر شي ميزها هو العنف اللي فيها بحيث تقدر تقطع وتشرح الزومبيز مثل ما تبي وأيضا تركز على تقطيع العضاء مو بس الرأس عشان يقدروا يموتون والعنف اللي فيها وقتها سوضجة كبيرة في الإعلام خصوصا أن الحملات تسويقية للعبة جابوا أولياء أمور وخلوهم يشوفون العنف فيها وصوروا ردات فعالهم فيها والتسويق كان اللعبة لأمك وأبوك ما يبونك تلعب فيها تقييمة في ميتي كرتك كان تسعين في مركز الرابع عندنا لعبة The Last of Us هو من تطوير السيدو الشهير نوتي دوك واللي طور سلسلة أنشارتت الشهيرة وجاكن داكستر ورح تلعب فيها بشخصية جول في عالم اشتاح في الوباء وتحول الناس إلى زومبيز ولميز اللعبة قصتها الفخمة والسودوية وأيضا الرسوم المذهلة وقتها والشخصيات اللي فيها والتمثيل الصوتي تعتبر Last of Us أحد أفضل عنوين جديدة اللي اكتسبت جواز بتنوعة وحب الجمهور لها وتقييم عالمة كرتك كان 94 في المركز الثالث عندنا لعبة بايو شاك اللعبة هالي كانت مفاجئة للجميع بأنه كان فيها قصة صودوية مسقولة وفيها نهاية صدمت الكثير وتعتبر واحدة من أكبر توستات ألعاب الفيديو وأيضا البيئة اللي فيها كانت عميقة مو عشانا تحت البحر لكن كان يحاكي الخمسينات وكيف كان الناس كانت عايشة وقتها وكان أيضا في اللعبة أجواء رعب خصوصا لما يجيك البكدالي تبي تهر من الغرفة باي طريقة تقدر منها اللعبة كانت تقييمة على متكرتك 95 في المكسة الثاني معنا لعبة Half-Life 2 هي من تطوير السيديو فالف الشهيرة بتسلسلة Portal و Team Fortress وتعتبر أكثر لعبة في تاريخ الألعاب مطلوب لها جزء جديد لها اللعبة وقت صدورها كانت سابق وقتها بأنه كان فيها قصة محبوكة وعامل فيزيائية في اللعبة أعطت بعد جديد لها وطريقة لعب ممتعب في حلال غازها واستفادت منها بعدين سلسلة Portal قصة اللعبة منتهت والناس ينتظرون على أحرم الجمر يشوفون نهايتها أخذت تقييم على متكرتك 96 وفي المركز الأول عندنا لعبة Resident Evil 4 هي الجزء اللي أضاف توجه جديد للسلسلة وأيضا الجزء اللي بدأ طريقة اللعبة منظور الكتف في جميع الألعاب اللي جت بعدها مثل سلسلة Gears of War الشهيرة وتتميز الجزء هذا بأنه توجه إلى الأكشن أكثر من سلوب التقليدي في الألعاب السابقة وكان فيها الغاز ونوع من الرعب بس أكثر شيء تميز فيه هو سرعة الرتم فيها اللي بحيث من بداية اللعبة إلى نهايتها كلها حماس وما في مكان يخبر من الزومبيز والأعداء المتنوعين فيها القصة أيضا كانت محبوكة واخذت تقييم 97 على متكرتك إذن هذه كانت أفضل الألعاب الزومبيز في التاريخ حسب أراء فريق True Gaming هل توفقون الرأيي ولا لا؟ وإذا لديك ملعب ثاني ما ذكرناها اكتبوا تحت في التعليقات كما كفاد الشيحة يا تكم العافية ومع السلامة